اشتركوا في القناة الكونفيدرالية ارتأت أنه لازم أنها تدير واحد سكريتارية وطنية تحت إشراف المكتب الوطني النقاب الوطني للتعليم وبتنسيق مع المكتب الوطني النقاب الوطني الشاب والريضاء سابقا ليصهر على تستير برنامج جيل السكريتارية بعدها هي إكلتها اليوم هذا اليوم بالمقر المركزي الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار الغيضاء لتتبع مآل مجموعة من المطالب التي تطرحت على مستوى الكونفيدرالية الخاصة بهذه الأطور المتعلقة بالتعويضات الجلسافية التي كانوا يستفدون منها الأطور رياضة في وزارة الشاب والرياضة سابقا إصدار قرارات مركزية بمهام واضحة لهذه الأطور التي كانت تشتغلوا سابقا مدير مسبح مدير مركب رياضي الآن وجدت نفسها في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتكليفات فقط من مدير أكاديمي أو مدير إقليمي وهذا حيف كبير لأنه اللي بغن نحققه يعني الاستقرار الاجتماعي والريضاء الوظيفي لابد أن يكون استقرار إداري ومهني ثم هناك واحدة مجموعة من الأطور رياضية اللي كان خصوم يستفدون من ترقية بالاختيار سنة 2021 وزارة الشاب الآن من اللي دار هذا التنقيل ديل هذا الأطور ما تنقلاش جميع الحقوق وجميع المكتسبات الإدارية والمهنية لهذا الأطور وبالتالي نجد مجموعة من الإخوة أن ربما تضيع منهم سنوات ديل العمل والكد والاجتهاد للترقيب السلام يعني على المستوى الترقيب بالاختيار إلى جانب المباراة المهنية اللي دارت مؤخراً على مستوى الوزارة التربية الوطنية بعد إصدار المذكرة أطور رياضية خريجي مهد ملك المرشد أعلى يعني مهد في المغرب لخارج مخيرة الأطور الوطنية كي يقورسهم في المباراة المهنية يعني كيتبارعوا مع مجموعة من الأطور ديل الوزارة التربية الوطنية في مواد تغيبوا عنها تخصصاتهم الأكاديمية ولا تخصصاتهم تقنية كأطور مدربين وأطور علية داخل وزارة الشباب والرياضة لذلك آن الأوان وجدت اللحظة التاريخية المفصلية ديل هيكلة وتأسيس هاد السكرتارية الوطنية لتتبعوا كل هذه المطالب التي ذكرت الآن سيبو عزة مجموعة من الأطور الرياضية بعد انتقال من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة التعليم بحالة يعيشوا حالة تعتيه بش تفسرين هذا الأمر أكيد أنه هاد العملية ديال التقسيم واللي ترتب عليها النقل ديال المجال الرياضي والإلحاق دياله بالتربية الوطنية خلفوا حالة ديال الضياء اللي كيحسوا بالأطور الرياضية اللي القاوراس هم يعني ما عندهم حتى فكرة على المهام الجديدة اللي مطلوب منهم يديروها بالإضافة لهذا أوضاعهم للإدارية وللقانونية سبحات كتعرفوا حد ضبابية كبيرة كيعيشوا هشاشة في التصور في المهام ديال الإدارية اللي يخصون المرسوها ما كينش منهج تدبيري يوفر لهم الحماية القانونية والإدارية في تدبير ديالهم المرافق عمومية اللي كي يدبروا قاعات رياضية ملاعب مسابح الحدود الساعة لم تستطع وزارة التربية الوطنية أنها تعطي واحد التصور تدبيري ولا نعمة تدبيري اللي غي يمكن هادل الإخوان أنهم يكونوا في وضعية قانونية في الممارسة اليومية في الممارسة ديالهم الإدارية اليومية أنهم يكونوا محميين بمساطر وإجراءات وتدابير إدارية وقانونية واضحة الوضعية الهاشاشة أيضاً كتجلف أن هادل الإخوان لم يتوصلوا لحدود اللحظة بقرارات إعادة تعيين ديالهم من طرف سيد وزير التربية الوطنية وهم الآن كيشتغلوا في إطار تكليفات تكليفات من طرف المدير الإقليميين والرؤساء ديال الأكاديميات وهذه التكليفات هي الوضعية القانونية ديالها ووضعية ضعيفة وضعيفة جداً ما زال الوزارة الحدود للحظة لم تتمكن من إصدار هذه القرارات تعيين ديالهم في المؤسسات أيضاً كين المشكلة ديال الضبابية هو أنه لم يتم احترام الاختصاص المهاني ديال هذا الإخوان وحد عدد ديالهم اللي فوجئوا بتكليفهم بمهام بعيدة عن تخصص للمهاني ولا التكويل الأكاديمي ولا التكويل الأصلي ديالهم كخارجين ديال المعادة ملكي تكويل الأطار تخصصات رياضة هناك من أسندت لهم بعض المهام متعلقة بالتربية البدنية في مؤسسات ابتدائية أو تنوية أو إعدادية وهذا أمر ينافي يعني يتناقض مع الاختصاص للأصلي ديالهم أيضا الوضعية ديال هششك الجسد فأنه واحد عدد ديال الحوافيز اللي كانوا كيتوفروا عليها في القطاع السابق ديالهم تم الحرمان ديالهم منها تم توقيف ديال الترقيات ديالهم علما أن زملائهم بالقطاع السابق توصلوا بمستحقاتهم وستفادوا من ترقياتهم وكل مكتسبات اللي كانوا كيتوفروا عليها الإخوان ديال الأطارية ديال لازالوا ينتظرون هذا العام كان أيضا الضبابي على مستوى الأعمال الشمعية على مستوى الأعمال الشمعية صحيح أنهم بحكم القانون هم الآن مستفيدون من منخارطون في المؤسسة ديال الأعمال الشمعية ديالقطاع الشباب وهم مالياً الانتساب المالي ديالهم وانتماء الإداري ديالهم هم أوطور ديال الوزارة التربية الوطنية ما كنش الكنتربيسيون ديال الوزارة التربية الوطنية في المؤسسة اللي كانت دبريم الشؤون الشمعية ديالهم وهذا وضع ضعم وضع معقد وضعماللي كيخص السيد الوزير يأخذو بعلا تبار ويتعاطى مع هاد الانتظارات ديال هاد النوع من الأطور مخصي التعامل معهم بمنطق كمي يعني أنهم لأنهم رقم صغير مقارنة بالعدد الإجمالي ديال العاملة والعاملة في كطاع التربية الوطنية هادوا على قلة أعدادهم ولكن الأدوار اللي كيقوموا بها يا أدوار مهمة جدا يعني أي واحد فيهم ركي يستقبل الآلاف لما قلنات عشرات الآلاف ديال المستفيدين من هذا المرفق اللي كيدبرو وفي غالب الأحيان كيكون كيدبرو بوحدته يعني ما عندوش ما عندوش معها أطور أخرى كتلقاها بسؤولة لمؤسسة رياضية على منشأة رياضية كتستقبل كل ويكاند مباريات كيحضروا لها الآلاف المئات ديال إذن هاد الأطور كيوصلوا للمئات الآلاف اللي ما بيناش نقولوا الملايين ديال الشباب والشابت اللي كيستفدوا من الخدمات ديال المرفق اللي كيدبرو اشتركوا في القناة